في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها آخر خبر مو فجأة مدوية يا جماعة عب عزيز قرر فجأة مقطعة اللحمة ومش بس اللحمة لا بالفراخ كمان زيزو فجأة بين يوم وليلا بقى نباتي يا جماعة نباتي يا جماعة ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل يا زيزو الموضة كده يا باشا خلاص العالم كله يبطل ياكل لحم وفراخ اكل اللحم حينقارد وخلاص اتكابل لازم تبطل لحمة كفاية عليك اللحمة اللي كلتاها في حياتك يا اخي سيموا بقى البقر والخرفان والميز في حالهم ايه ده؟ النس تبطل لحمة وتاكل ايه يا زيزو؟ والبقر والجاموس ده كله العالم يعمل فيه ايه؟ ده كده استراليا وافريقيا كلها هتفلس عبا عزيز غلط غلط يا عمر يا اخوة ما حدش هيفلس ولا حد حيحتاجي ياكل لحمة اساسا وكل البروتين اللي فيها موجود في الخضار كل خضار يا عمر حاولت اقنع عبدالعزيز فشلت فضل مصمم على رأيه وبدأ ينشر دعوته لمقاطعة اللحوم بين زملائنا في الشركة وبدأ سلوك عبا عزيز معانا يتغير وبقى يرفض يأكل معانا وكل ما يشوفنا قاعدين ناكل يبصنا كده شزرا كأننا كائنات من كوكب تاني ويقعد برطن بكلام عجيب اعوذ بالله من اكل اللحوم مش فاهم الناس دي بتستفيد ايه من كمية اللحمة اللي بتاكلها دي فحان الله فتبقوكو يا اكل اللحوم متوحشين الحقيقة ان ده بعض كلام عبدالعزيز حقيقي لان الانسان بعد سن معينة ما بيحتاجش كمية اللحوم اللي بيأكلها دي كلها وممكن يعتمد اكتر على الخضروات والفاكهة وكمان تقليل اللحوم مفيد الناس اللي بيعانوا من السكر والضغط والكوليسترول كل ده كلام جميل بس تقليل اللحوم مش منعها ومقاطعتها تماما يا زيزو يا اخي تعالى ده احنا طالبين حواوشي وعليش ويتفلفل حاجة كده تشرح القلب حواوش عظيم مش هتقدر تقومه يا زيزو لا 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 حاضر يا سر حاضر حاضر اقوم الحواوشي والشوارمة وفاتة الكوارع كمان مسألة مبدأ خليكم انتوا في الحواوشي بتاكوا وقولولي هتعملوا ايه في الدهون اللي هتجبس أنا فاسكوا أنا متوحشين صحيح لا 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 مش للدرجات يا زيزو بلاش مبلغة يا راجل صحيح الدهون الكتير بتعمل مشاكل صحية لكن المشكلة انك مزودها الصراحة ومحبكها حبتين المشكلة الاكبر ان الاخوة النباتيين اللي زيك مش لازم ينكدوا على خلق اللقاء اللي بيحبوا اللحمة يا اخي خلي اللي بيحبوا الكفتة والكباب في حالهم يا سيدي واذا كنت عاوز تنصحنا انصحنا بس بالراحة يا عام بالهدوة يا زيزو بزمتك رايز زمتك أنا عبا عزيز بزمتك في احلى منطج مبامي ها بامي يا كده في الفرن باللحمة الضانية حاجة كده مش عارف أقول لك ازاي عبا عزيز بس في حاجة ألزة من كده صحة وهنا يا سيدي وانا والشفع عليك ويأكل اللحوم بس النبي بقى ما ترجعش وقت كده تقول اه ما ترجعش تقول اللحن يا دكتور ها ونما الدكتور بقى يحذرك ويقول لك بلاش لحمة وفراخ بقى قابلني ها وبقى شوف بقى مين اللي هيتحك ومين اللي هيعايت في الآخر في الآخر يا أكل اللحوم وبعد ما تحول أخونا عبا عزيز تماما وبقى فيجيتاريون وبقى ما بيأكلش غير الخضار والفكهة أصبح منظر عادي جدا في الشغل أن يدخل علينا كل يوم وهو شايل معه لانش بوكس زي بتاع التلامزة في المدارس وساعة الغدا نبقى قاعدين كلنا بنأكل كبدة والسجوء أو سندواتشات فراخ أو هامبورجر وهو ماسك في إيده خصاية جزرة طمطماية أو تلاقيه قاعد يأكل مكارونا أو كشري ولما حد من زملائنا في الشركة يتريع عليه ويقوله كل يوم خص وجزر عبا عزيز خص وجزر أخبار الأرنب إيه عندكم يا زيزو يرد عليه ويقوله عبا عزيز توحشين متوحشين معاودوا كده التريع والكشري يا أكيد العوم وكرا نوع جنب الحيطة ونسمع الزيتة يا بتوع الطرب والمنبار ومع ذلك بصراحة كلنا بنحب عبا عزيز وأنا شخصيا بدأت أتأثر جدا بكلامه عن نباتيين لأن أنا عارف إن هو قد إيه هذا النظام مفيد جدا للصحة وعارف إن النباتيين اللي زيه خايفين على صحتهم وشايفين إن الخص والجزر هو اللي بيريحهم ماشي يا زيزو برحتك يا عم بس متحبك هاش قبل النبي الله يخليك بزمتكم ده تقولوله إيه بتتصرفوا معاه إزاي ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغايتنا نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني